شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس اختتام أعمال مؤتمر ومعرض أسبوع المياه العربي السادس الذي نظمته الجمعية العربية لمرافق المياه أكوى في العاصمة الأردنية عمان وفي كلمته أشاد الوزير الشرجبي بتركيز المؤتمر على سبل تنفيذ مشاريع المياه بدون حفر مشيرا إلى أهمية الفعاليات النوعية التي قدمها المؤتمر وتسهم في جهود مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي وتحقيق أمن مائي مستدام يدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ترجمة نانسي قنقر